ابعاد التأثيرات السياسية عن مصادر القرار في البلاد قد يكون الانجعا من محاولة ايجاد مسميات تشغل حيز الفراغات الناتجة بعد التعديد الوزاري بحسب مستقرئين لشأن السياسي واقع حال التجارب السابقة بما يعنى بالتعديلات المقترحة بموازات التطورات السياسية لم تنجح في ايجاد العصى السحرية وان وجدتها فستصدن بجدار التوزيع المحاصصاتي المعتمد في ادارة البلاد الوزارات بصورة عامة هو منصب سياسي اداري احيانا نحتاج الكفاءة والتكنقراط ايضا في وكلاء الوزارات وهم التنفيذون اكثر من الوزير وبالتالي اليوم الحكومة لا بد ان يكون هناك منطلق لتقويم وتقييم اداء الوزارات حتى يكون التغيير لمن فشل او قصر في اداء الاطر العامة لمشكلات البلاد الامنية والاقتصادية والخدمية اكبر حجما من المساعي المستجدة عن بحث تعديل يشمن عددا من الوزراء سيما ان تلك الوزارات لا تسير بشخص الوزير فحسب ان اخذنا بنظر الاعتبار المدراء والوكلاء والمستشارين الذين هم ايضا بحاجة لتعديلات اصلاحية تتماشى والمساعي الرامية لاجاد تغييرات ملموسة لا توجد لدينا في العراق اطار لحكومة مؤسسات التكنوقراط لا يستطيع ان يعمل الا من خلال حكومة مؤسسات دوائر على شكل مؤسسات قانون مؤسسات يستطيع ان يعمل اما في هذه الاجواء فلا يمكن ان يعمل لذلك نحن يجب ان نبحث في الوضع السياسي كاملا من جميع الجهات امع ضعف فرضيات استحداث طبقة سياسية تخرج بحلول منطقية تقلل من شؤم المتابعين لعمل المتربعين على مصادر القرار تشريعيا وتنفيذيا قد لا نجد الهالة الاعلامية بعد التغيير كما شهدت اثناء المطالبة في التغيير ذلك لان مصدر القرار في البلاد يخضع للتوافق السياسي بين الاقطاب الرئيسة طبيعة الاحداث السياسية وتوتراتها توجب البحث عن اليات تقويمية تنزل على جذور النقاط الخلافية لتعديل التواءاتها نحو مصب واحد وهو العمل المشترك للعراق ككل للمكونات صباح حكيم قناة بلادي بغداد